أنا انتقدك أنا كجمهور انتقدك ولكن حسندك وافضل واقف معاك في كل المباريات احنا عندنا ماتش يوم الاربع لازم نفكر فيه لعيبة مش جمهور اللعيبة لازم تفكر عندنا مشكلة فيه ما بنروحش للجل ايه المدير الفني ما هو بيقولك اتحرك من هنا وخش من هنا والتاكتكس اللي بنتكلم فيها وحنتكلم فيها دايما وكل حاجة ولكن فين انا فين كنا دايما لما بتبقى اخر خمس دقائق اخر عشر دقائق الجمهور الماتش اللي فات الجمهور الغل في كرة القدم الغل في الملعب الغل الرياضي النهاردة مين اللي حيرجع اللعيبة دي لمكانهم تاني ويخلي اللعيبة دي تبقى وقفة كده فخورة بنفسها وفخورة بمسندة جمهورها لها هو جمهور النادي الاهلي نهاردة الميستر كولر شاف ان عدد الجمهور قل وانا الحقيقة تواصلت مع عدد كبير جدا من الجمهور اللي عارف ان هو دايما بيروح مثل هذه المباراة ايه الموضوع كل الناس بتقول لي لا احنا كنا موجودين احنا كنا موجودين طب هو الجمهور القليل ده ليه؟ الراجل نفسه بيسأل مفيش حد بيحرك اللعيبة جوه الملعب محدش يقول لي اصل ده فولان بيحرك لا اللعيبة دي بتتحرك بجمهورها هذا الجيل من اللاعبين بيتحرك مش هذا الجيل كل اجيال النادي الاهلي بتتحرك بحضراتكم المتش اللي فات هو انت ليه جب انا وجهة نظري المتش اللي فات انت ليه جبت وجه جون في ديئة 96 و16 ثانية لان جمهور الاهلي لغاية ديئة 96 و16 ثانية هو بيشجع فالحقيقة عايز اقول لحضراتكم انتم دائما السند والدعم والعون لكل الفريق عندنا مشكلة وعندنا اخطاء اه محدش يقدر يتكلم في مثل هذه الامور وكلنا بنشاور عليها وكلنا عارفينها وكلنا كاهلوية بيننا وبين بعض بنقولها انا ادعي على ابني لكن ما حبش حد يقول امين هو ده جمهور الاهلي وهو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني عشان كده حضراتكم السند والدعم والقوي جدا 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 خلال الفترة اللي جاية عندنا ماتشهم الاربع وبعدين ماتشهم الحد وبعدين ماتشهم وهكذا هذه هي كرة القدم خلال الفترة اللي جاية فحنظل نساند وحنفضل وقفين في ظهر فرقنا دايما انا اسف انا دايما بحبه ابقى متفائل شوية انه دايما بنظر لنصف او الناحية الايجابية في اللي حصل النهاردة الناحية الايجابية في اللي حصل النهاردة هتخلينا نفضل نساند فرقنا اقوى واقوى خلال الفترة اللي جاية عندنا مجموعة محترمة من اللاعبين النهاردة كلام كولر مش كلام اسلام ان كل اللاعبين باستثناء محمد الشناوي يعني لو محمد الشناوي النهاردة بعيد عن مستوى كنا اتغلبنا ولكن النهاردة كل اللاعبين كمية ميس باس غير طبيعية مش عارف في ايه انا بصراحة يعني انا بس الساعات بيني وبينكو كلاعب كرة قدم سابق الواحد ساعات بيجي له وقت كده وهو في الملعب مش عارف هو مش عارف يباصي ليه يعني اللاعب نفسه ما بيبقاش عارف هو مش عارف يباصي ليه معرفش فحضراتكم دائما السند والدعم حضراتكم دايما اللي بتقفوا معنا حضراتكم دايما اللي بتقفوا مع اللاعيبة حضراتكم دايما اللي بتبقوا دايما في ظهرهم وحنظل دايما نيجي ونقول لكم من فضلكم خليكم انتم السند والدعم والعون خلال الفترة الجاي